موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في ميزان الأسرة على قناة جندزات إلكترونية موضوع اليوم هو النسب و طرق إثباته في قانون الأسرة الجزائري من الحقوق الهمة التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للولد و للوالدين الحق في ثبوت النسب فهو حق للولد أولا قبل كل شيء و قد حرص الإسلام على تقرير هذا الحق و تأكيد وجوده بالنسبة لهذا الولد و قد كان لهذا أثر عظيم في حماية المجتمع الإسلامي و تمسكه و الحفاظ على قوته و النسب هو رابط سامية و صلة عظيمة على جانب كبير من الخطورة تولها الله بشريعته و أعطاها المزيد من عنايته و أحطها بسياج منيع يحميها من الفساد و الإضطراب فأرصى قواعدها على أسس سليمة أسباب النسب متعددة نجد منها الزواج الصحيح الزواج الفاسد و الاتصال الجنسي بناء على شبهة و يثبت النسب في قانون الأسرة الجزائري بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو ببينة أو بنكاح شبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول حتى يكون النسب صحيحا في الزواج الصحيح و يثبت لابد من أن يكون الاتصال الزوجي بين الزوجة و زوجها ممكنا يعني مثلا مشي رجلها محبوس ولا مسافر و ما تلاقش كامل براجلها ولا مسافر و تجيب ولد و تقول بلي هذا ولد رجلي في العقد معايا أنت لذا هذه الزوجة بولد في مدة لا تقلع ستة أشهر من يوم العقد عليها ولا بعد عشرة أشهر من يوم الطلاق أو الوفد يعني بمفهوم المخالفة هم عقده في فيبري و هي ولدت في أفريل من نفس العاب و تجيب ولد و تقول هذا ولد رجلي لعقده معاه ولا رجلي هذك هو بابا ألا يتم نفي الولد عن طريق اللعان هل يمكن قانون للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي؟ نعم يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي هل هناك شروط قانونية يخضع لها التلقيح الاصطناعي؟ نعم يخضع التلقيح الاصطناعي لمجموعة من الشروط وهي أن يكون الشخصين المراد تلقيحهما اصطناعيا متزوجان زواجا شرعيا يعني بشي لقحه لازم يكون صحم زوجين أن يكون هذا التلقيح برضى الزوجين يعني هذو الزوجين في زوج يكونوا قبلين و يكون كذلك أثناء حياتهما يعني مثلا مشيمة الراجل وتحتفظ الزوجة بالمني تاعه و تروح تدير تلقيح بعدها يعني وفاة هذك الزوج أن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرهما يعني مثلا مشي يجيبوا مني تع راجل وحده أخر و يديروا التلقيح للمرأة هنا هذا غير ممكن هذا غير مقبول قانونا هل يمكن التلقيح اصطناعيا عن طريق استعمال الأم البديلة؟ لا يجوز اللجوء إلى التلقيح اصطناعي باستعمال الأم البديلة و هو منصة عليه المادة 45 مكرر من قانون الأسرة الجزائري هنا نصل إلى نهاية موضوعنا اليوم إلى اللقاء في موضوع آخر والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة